السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تفسير رؤية السنبوسة في المنام رية السنبوسة في منام العزباء رمز لتحقيق أحلامها وطموحتها وقد تكون بشرة لها بارتباطها بشخص زو ما كان مرموكا رية السنبوسة في حلم المتزودة قد تكون دلالة على سعادتها واستقرارها وحالة الود والرضى بينها وبين زوجها والسنبوسة في منام الحامل دلالة على سلامة صحتها وسلامة مولودها بإذن الله أما السنبوسة في حلم المطلقة دلالة خير وبشرة لها على تأسير أمورها وإصلاح أوضاعها وقد تكون السنبوسة في منام المطلقة رمز للعوضة الذي يرسل الله لها عن معانته ومن الممكن أن تكون بشرة بزواجها من رجل يحتويها ويصنها ويوفر لها كفة متطلباتها رية تحضير السنبوسة للمتزوجة ثم إطعمها لأسرتها فهذا رمز للكسر من الخيراب بمنزلها وإنها تتحمل مسؤولية أسرتها إن قامت المتزوجة بتحضير السنبوسة ثم حفظها بالسلاجة فهذا يرمز لاستقرار أوضاعها مع زوجها وإنها تنعم بالأمن والطمأنينة رية السنبوسة في منام العزباء إن كانت باللون الأبيض فهذا رمز لتمتعها بالأخلاق الحسنة والصيرة الطيبة وحب الناس رية تحضير السنبوسة في منام العزباء يدل على إنها فتاة موحة تمتلك الكسر من الخطط والأهداف التي تريد تحقيقها بنجاح رية السنبوسة في منام الرجل قد يرمز لتحقيق الرأي لأحلامه وأمنياته ورغباته والوصول لأهدافه وقد يكون تفسير حلم أكل السنبوسة للرجل رمز للأعمال الصلحة التي قام بها الرأي رية أكل السنبوسة في حلم الرجل بشرى بتحقيق أحلامه وحصوله على أفضل المناصب والدراجات أكل السنبوسة في منام المرأة الحامل دلالة على تمتعها بالسعادة والسرور والتنعم بالخيرات والرفاهية رية السنبوسة في منام المرأة الحامل دليل على ولادة سهلة ميسر بإذن الله رية سنبوسة في المنام وهي تنتفخ وتزيد في الحجم فهذا يرمز لكسرة البركة في أعمال الرأي وما كسبه وبكده تكونوا صلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية السنبوسة في المنام للعزباء والمتزوجة والمطلقة وللرجل وللحامل نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته